في وسط عائلي واجتماعي غير متفهم بما يكفي كسرت هذه السيدة القواعدة باختيار مهنة ظلت تقليديا حكرا على الرجال فاطمة السعداني المرأة الوحيدة التي تزاول مهنة الحدادة بمدينة راشدية تواصل مزاولة مهنتها داخل ورشتها الصغيرة رغم بلوغها ستين عاما فهذه المهنة بالنسبة إليها تمثل تقليدا عائليا بامتياز داخل ورشتها تبدو فاطمة ملمة بكل المرأة راحل التي تتطلبها عملية الحدادة بدءا من تسخين القطع المصنوعة من الحديد إلى غاية تلحيم وتشكيل القطع حتى تأخذ شكلها النهائي أدوات كان أخدم النية القوادم تاني خدم المساحة تاني خدم المزابر تاني خدم أدشي على هذا النحو قامت فاطمة بتصنيع العديد من القطع الحديدية وهي لا تنوي أن تقف هنا بل تسعى إلى نقل الخبرة التي راكمتها لابنها الذي يأتي لمساعدتها في الورشة بين الفينة والأخرى والأكيد أن التجارب التي عاشتها طوال حياتها وروح العزيمة والإصرار التي تتحل بها عززت ثقتها بنفسها إنها حقا مثال يحتذى به